يبخت كل من يتقابل مع المسيح كالمخلص والفادي هيتقابل معه كالعريس لما يأتي ومن يرفض المسيح سيتقابل مع المسيح كالديان العادل المسيح أتى مخلصا وسيأتي مخلصا لكن هناك اختلاف بقى إيه هو؟ أن المسيح صحيح سيأتي كمخلص يريح المؤمنين وكل من يقبل المسيح ويختسل بالدم ويريح الخليقة في الظهورية طبعا لكن هناك اختلاف هو الاختلاف اسمح لأقول أسيس نظار اختلافين الاختلاف الأول عندما جاء المسيح في المرة الأولى متجسدا جاء متضعا لم يقولين عنه الكتاب هو ذا ملكك يأتيك وديعا ومتواضعا وراكبا على جحش ابن أتان جاء المسيح وأسلم نفسه لكي يموت كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيل لكن عندما سيأتي المسيح قريبا إخوات الأحباء لن يأتي المسيح وديعا متواضعا المرة جاي أبدا سيأتي المسيح في مجد أبيه كما قال لاختطاف المؤمنين ثم بعدها سيأتي في الظهور يقولين عنه الكتاب راكب على فرص لابسا بزا أبيض بهيا ونقيا وله من فمه سيف ماضي يخرج ذو حدين وعينه زي ما حقيت زكارت كلهيب نار هذا هو الاختلاف فيبخت كل من يتقابل مع المسيح كالمخلص والفادي هيتقابل معه كالعريس لما يأتي ومن يرفض المسيح سيتقابل مع المسيح كالديان العادل في المرة الأولى عندما جاء المسيح جاء مخلصا وفاديا مرة يقول جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل لكنه عندما يأتي قريبا بعد أن يأخذ المؤمن للسماء سيتواجه أو سيواجه الناس هذا الرب يسوع المسيح بغضبه في رؤية 6 أسيس نظار يقول لما يأخذ المؤمنين إلى السماء ثم بعدها الأشرار سيصرخون رؤية 6 عدد 15 الأغنياء والأمراء والأقوياء أخفوا أنفسهم في المغاير والشقوق الأرض وهم يقولون للجبال والسخور أسقط علينا واخفينا من وجه الجالس على العرش لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف المسيح أتى مخلصا فاديا مزبوحا من ألفين سنة وسيأتي قريبا ليأخذ المؤمنين لكن بعدها سيواجه العالم الشرير ويقول أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هتوهم قدامي وازبحوهم فإذا في مجيء الأول جاء للخلاص من الخطية من الدينوني من الظلمة من الشيطان من العبودية في المجيء الثاني رح يخلص رح يعطينا أجساد ممجدة أجساد نورانية جديدة تتمشى مع طبيعته في السماء وسيدين الأرض للذين رفضوا أن يملكوا المسيح على حياتهم على قلوبهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر